بسم الله كيف تصبح مدرر معتمد لدى اوتا ديسك دي شهادة اسمه اي سي اوي شهادات اوتا ديسك في كذا شهادة الناس بتغلط بينهم فيه شهادة مجرد شهادة الحضور دي اول ما بتخلص الكورس مفروض المركز بيديها لك شهادة ان انت حضرت الكورس لا اكتر ان دفعت الفلوس وحضرت الكورس خلاص بيقصت شهادة فيه شهادة ثانية يوزر وفيه شهادة اسمه بروفشنل البروفشنل اسئلة قوية بيشوف انت يشغل بالبرنامج ولا لا اليوزر اسئلة بسطة جدا مجرد انت حضرت وفهمت المحضرات ولا لا لو انت خدت البروفشنل قوية تاخد اليوزر لان ما لهاش اي لازمة البروفشنل بيبقى بديك خطوات وانت تحاول تنفذها تفتح الملف افتح الملف الفلاني افتح الدر الفلاني بص كده على بص كده على الفام الفلانية غير type اشوف الارتفاع اللي ظهر لك دي وتلاقي اختيارات تختار منها النتيجة الصحة دي فكرة البروفشنل الاسي اي مختلف الاسي اي بيديك ازاي تشرح ازاي تشرح انت الفروض هتبقى مدرب فلازم بيبقى فيه قاعد معينة للتدريب انا كنت بحضر في كلية تربية كهوية كنت اشطالف في الكلية بس استفدت منها كتير جدا زي مثلا هذا النفس الكلام اللي نمت داخله في الاسي اي اي بنا اه نفس الكلام في المنهج تقي Melanie هذا العصد الدين من مثلا ايه كيف ساتريد الفرantك في الاعجاب لايه قول احنا المحتاجين منها ليه. يعني اقول احنا الاوضة ديت عملنا الرحوي بتاعتها. بس كده هتبقى ضلمة وهنطر نجيب كهرباء وهنطر نعمل تكيفات فلازم نفتح فتحها بحيث ان احنا نهو الاوضة وان احنا ندخل ضد طبيعي. فالناس تربط بين الواقع الحقيقة وبين البرنامج. ما بقاش البرنامج مجرد حاجة بيعملوها كده. هم مش فهمين بيعملوها او شغلها ايه او شايف استخدام في الطبق في الواقع ازاي يعني اللي او يعني قلهم احنا بنبعت اللوح مثلا فيها لازم بقى فيها اسم اللوحة وفيها اسم المالك وفيها اسم المهندس والتواريخ يعني اشرح لهم الواقع من خلق برتك فمنفروض المداري بيكون برضو شغال في مكاتب مولايات واستشارات وفاهم القصة جابني ده هيسهل الموضوع بكتير الامتحان تكلفته تسعمائة دولار وممكن كده انت عرفت اللي ما خدتش الشهادة الملومان هك سهل جدا وبسيط الامتحان مكواب من شكين الشرك الاول بيبقى فيها اسئلة كتيرة جدا وانت هتزاكر وهتجاوبها والاسئلة سهلة ومباشرة وفي اي وقت مثلا اا ممكن تكسل المتحان في النص وتمتحه تاني ما فيش اي مشكلة خالص والاسئلة كلها سهلة وبسيطة ومباشرة يعني لو دفعت تسعمائة دولار ودخلت الامتحان ان شاء الله اضمن لك بنسبة 99% انت ناجح يعني شك الثاني حاجة من الاثنين لما تروح ورشة عمل ثلاثة يام والمدرب يطربك ازاي تشرح ويخليك تشرح انت مثلا بجروب مثلا ثلاثة فكل واحد فيكو بشرح ويسأله ولو فيه اي غلطة المدرب بيروح المدرب مفروض يكون واخذ الاسي اي فيقول لك ايه الصح والغلط ولا اعمل كذا ومتعملش كذا الحاجة التانية ان انت تسجل فيديو تكون مثلا جايب طلبة وتسجل مثلا معهم حاجة مثلا نص ساعة اه اربع من الطلاب وتشرح لهم ولو في اسئلها هم يسألوها وبعد كده بتبعتها فالرجل بيشوفها ويقول لك مثلا اه نجحت او ما نجحتش ومليون في المئة ان شاء الله تكون نجحت لان هو بيقول لك انا اعلم على كذا 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 اه خلي بالك من النقطة الفولينية والنقطة الفولينية والنقطة الفولينية اعملهم عشان تنجح من اول مرة فبتجيبت بالطلبة بتسألك وانت بتعمل والراجل اللي بيدأ بعد كده وبيراجع عليك لا بيهتم بالانجليزي ولا بيهتم بالتكنيكال بعكس فهمكم كونش عارف تكنيكال يعني لو فيها اي غلط تكنيكال الفكرة كلها ازاي بتقدر توصل للمعلومة للناس في بعض الحاجات الموجودة في الكتاب الفادية الواحد زي مثلا قبل ما تدي الكورس حاول تعرف الطلبة ما يقولها ايه كلها ايه مثلا لو انت هتدي كورس م اي بيه هل كلهم تكييف فتعمل شوية القهربة او ما تركز على القهربة وتركز على التأكيف هل مثلا لو انت بتشرح حرفة للشركة كلها مثلا شركة صغيرة لازم تبع عارف قبل ما تجهز قبل ما تروح وكون مجهز الكورس هل هم معمريين انشائيين كورميكانيكال فتبع عارف الشريحة الاكبر ايه ودي اللي هتركز عليها ايه لو حد سألك سؤال ما تفتيش او اللي انا ما اعرفس او المحاضرة الجيهة ان شاء الله هنشرح الجزء دوت او هاتسأل وهقولك بحيس ان ما ما بقاش فيه اي فاتوه في الموضوع دوت الموضوع سهل وبسيط لو انت عايز له ايه اخذ شهادة ديت بس انا ما اخذتاش من ضمن الحات التي خلبيتني نخذتاش اه ان انا اصلا كده 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 اديت في مركز كتيرة الاوتو ديسك ومخذ غير ما يكون معادة الشهادة ما محصر اي مشاكل ان انا اصلا شغلي يعني التركيز بتاعي او شغل اساسي بتاعي في شركات الاستشارات والمأولاد التدريب ده بيبقى حاجة اضافية مثلا لو فيش شركة مثلا بعد الشغل بتاع فانا محتجتاش عشان بس ما بقاش ببيع حاجة لناس انا محتجتاش في ناس مثلا شغالها في مراكز عايزة تشغل في مراكز وطلب منها الشهادة ديت فهتدي الطريقة انت تاخدها مضمونة في المليون في المية وهحط لك الروابط بتاعتها في تحت الفيديو اه وانا بفكر اخدها بتصل بواحد من لما باخدينها وبيجددوها كل السنة وبتاع فقالي لا مش 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 استفاد انا بس بحطها حساسة ان انا كوس في بتاعي الحمده بس في بتاعي اقوى في المجال العملي فما قدمتش في موضوع الاي سي اي دوت واستغلت الفيوز دي ان انا خدت دورات تانية فاتمنى لو حد عايز يخدها ما فيش مشكلة لو حد مش عايز يخدها ما تدفعش فلوس تسو عمال دولار وانت مش تاخدها بش مجرد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة